قال مسؤولون أمنيون في مقديش إن مئة شخص على الأقل قتلوا إثر هجوم بسيارتين مفخختين هز وزارة التعليم الصومالية في العاصمة تجدر الإشارة إلى أن هناك أطفال من بين القتلى وقد قالت أسلطات إن حركة الشباب الإسلامية نفذت الهجوم لكن حتى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن ذلك الهجوم قالت الشرطة الصومالية إن انفجارين ضخمين وقعا في مقر وزارة التعليم وقال متحدث باسم الشرطة إن عددا غير محدد من الأشخاص بينهم صحفيون ومسؤولون حكوميون كبار ومدنيون قتلوا أو أصيبوا في الهجوم وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الهجوم المنشأة إذ قتل العشرات في عام 2015 عندما اقتحم مسلحون مبنى وزارة التعليم ووقت وقوع هذا الهجوم مهم جدا إذ أن القادة الصوماليين بقيادة الرئيس حسن شيخ محمود كانوا يحضرون مؤتمرا حول مكافحة التطرف العنيف والرادكالية في مقديشو كما مرت أربعة أشهر منذ أن شنت القوات المسلحة الصومالية هجوما عسكريا مدعوما من المجتمعات المحلية لمكافحة حركة الشباب وكانت الحكومة الصومالية قد أغلقت منافذ حركة الشباب على الإنترنت قبل بضعة أسابيع مع تحرك السلطات للحد من وجودها الإعلامية كنت قريبا من موقع الانفجار عندما حدث الانفجار الأول وحربت عندما استمعت صوت الانفجار رأيت لكثير من الناس الذين أصيبوا بالأذى ولكن لم أستطع تحديد عددهم بدقة أتمنى لهم الشفاء العاجل في أعقاب الانفجار أصدر رئيس الوزراء الصومالي حمز عبيد بر بيانا أدان فيه الانفجار وأعرب عن تعازيه لأسر الضحايا مشددا على أن الهجوم لن يهزم عزم الحكومة الصومالية على مكافحة الإرهاب